مريض يتناول الأدوية الخافضة لسكر الدم عند إجرائه للعمل الجراحي متى يتوجب عليه إيقاف تناول هذه الأدوية قبل العمل الجراحي؟ السلام عليكم المريض الذي يتناول الأدوية الخافضة لسكر الدم سواء كانت حبوب أو كانت جرع من الأنسلين يجب عليه أن يأتي صباح اليوم العمل الجراحي دون أن يأخذ أي شيء منها وعندها يقوم الأطباء والممرضين بوضع سيروم مغذي سكري لهذا المريض ووضع داخلها جرع من الأنسلين مقدار من الأنسلين توافق كل حالة على حدة بحيث يجرى أولا تحليل لسكر الدم ومعرفة المقدار الذي يجب أن يوضع للمريض من الأنسلين وذلك صباح اليوم الذي يجرى فيه العمل الجراحي للسيطرة التامة على مستوى سكر الدم عند المريض